لحتى جماعة ديبيان وأبونتو ما يشعروا بالغيرة من جماعة أرش لينوكس ونيكس أو اس و أوبن سوزا فاليوم رح نقوم بتثبيت هايبر لاند على ديبيان لحتى يتمتع جميع متابعين وفرتك بتجربة استخدام هالوافد الجديد بعالم لينوكس الشرط الوحيد المطلوب لحتى يشتغل هايبر لاند على ديبيان هو أنك تستخدم نسخة ديبيان تاستينغ وليس النسخة الستيبل النسخة تاستينغ تحمل الاسم الكودي أو الكود نيم تريكسي وهذا الشرط لا مجال لن يقاش فيه أبدا بسبب أنه نسخة ويلاند الموجودة على نسخة ديبيان الحالية الإصدار 12 أو البوكورم أديمة وهايبر لاند باعتبار أنه بليدينغ ايج فهو بيتطلب نسخة ويلاند أحدث من الموجودة وهي حاليا متاحة على النسخة التاستينغ هل حسب الريد مي الموجود للجيت هاب اللي رح نشوفه بعد شوي واللي رح نستخدمه أثناء عملية التثبيت فهي الطريقة من المفترض أنه تشتغل على وبونتو 23 عشرة بس أنا شخصيا ما أمت باختبارها فإذا عندك وبونتو بآخر إصدار على ما أعتقد أنه الإصدار 23 أربعة غير متوافق أما الإصدار 23 عشرة فبإمكانك أنك تختبر هالطريقة وترك لي بقسم التعليقات إذا كنت رح تجربها وإذا رح تشتغل معك أو لا وعملية الانتقال من ديبيان ستيبل لديبيان تيستينغ ليست عملية معقدة وأنا كنت شارحها بفيديو مستقل بشكل تفصيلي بس اللي بدنا نقوم فيه هو أنه نعدل ملف السورسيز دوت ليست اللي عادة أو اللي دائما بيكون موجود بمسار سلاش اي تي سي سلاش اي بي تي فلو جينا باستخدام أي محرر نصوص ومع صلاحيات سودو بالطبع فرح نقل له سودو فيم سلاش اي تي سلاش اي بي تي سلاش سورسيز دوت ليست وبهذا الملف رح نجي لكل كلمة لكل سطر موجود في كلمة بوك وورم ونبدلها بالكود نيم أو الاسم الكودي لديبيان تيستينغ اللي مثل ما حكيت رح يكون تريكسي فأنا باعتبار انه مع فيم فرح نقل له نقطين النسبة المئوية ولور كيس اس بعدين رح نقل له سلاش ورح قل له بوك وورم هاي بعدين سلاش تاني بدي استبدلها بكلمة تريكسي بعدين رح قل له سلاش وحرف جي لحتى يعمل لياها بشكل جلوبل يعني يبدل جميع الكلمات المتطابقة رح نقل له انتر فرح نشوف انه مثلا باول سطر في كلمة دب تبدلت من بوك وورم لتريكسي وكل الاسطر التالية نفس الكلام هاي خطوة سريعة لحتى ما تقوم وتعمل انك تبدلها بشكل يدوي رح نجي بنفس الشكل للمستخدمين اللي عندهم كروت شاشة انفيديا فهلا انا شايف انه بهذا السطر او مع دابين 12 صار في عنا الفيرموير النونفري صار ممكن تفعيله اثناء عملية التثبيت بس لسه في عندي النونفري سوفتوير هاد الكلام اذا بدي يقوم بتثبيته ولمستخدمين انفيديا رح يكون ضروري جدا هلا انا موجود على ماكينة افتراضية يعني ما عندي انفيديا بس لحتى تكون الخطوات كاملة فكمان رح نجي لكل سطر بعد النونفري فيرموير او اي مستوضعات تانية كانت موجودة بهذا السطر فكمان رح اللونان داش فري رح ايجي لسطر اللي بعده ورح ايجي لكل سطر وضيف هالكلمة هلا الملاحظة اللي لازم انه تكون بالبال انه انا حاليا بهذا الملف شايف انه الاسطر اللي موجود فيها داش اس ار سي مفعلة هلا اذا ما كان هاد السطر مفعل بمعنى انه ببدايته في عليه اشارة الكومنت اشارة الهاش فلازم نشيل الكومنت لانه في عندي كتير برامج رح يتم بناءها من المصدر فلازم تكون السورسز مفعلة فهلا رح نحفظ هاد الملف ونطلع منه لازم اني اعمل أبديت لقوم بمزامنة المستوضعات وبعدين نعمل أبغريد كامل للنظام فرح نقول له sudo apt update and sudo apt upgrade طيب عملية الابديت من ديبيان 12 لديبيان 13 رح تاخد شوية وقت فرح نوقف الفيديو ونرجع بعد ما تخلص عملية الابغريد لانه لازم اعمل اعادة تشغيل للنظام لحتى تتم العملية بشكل صحيح وبعد ما عملنا اعادة تشغيل فلو فتحت التيرمينال مرة تانية وقت له cat slash etc slash os dash release فرح شوف انه version code name تغير لتريكسي هاد الكلام معناه انه صار بإمكاننا المتابعة بعملية التثبيت هلا العملية بالإمكان القيام فيها اما على نسخ ديبيان سيرفر او ديبيان مينيمل بدون واجهة رسومية وهاد اكيد رح يعطي تحكم اكبر وتجربة استخدام شبيهة بتجربة arch linux او اي نسخة ديبيان مع الواجهات الرسومية المعتادة مثل gnome مثل بلازما مثل xfce وهو الخيار اكيد راجع للمستخدم ونسخة ديبيان الموجودة عنده بس بحالة اختيار نسخة السيرفر المينيمل فبدي اذكر انه حسم مثل سودو ما بتجي مسبتة ولابد من تثبيتها بشكل يدوي قبل البدء بعملية التثبيت واضافة المستخدم لمجموعة سودو هلا انا اليوم رح امشي بالخطوات على ديبيان مع واجهة gnome وشاشة تسجيل دخول جي دي ام هاي النقطة بدي اركز عليها بس قمت بتجربة الطريقة على نسخة سيرفر والنتيجة واحدة واللي ازيدك من الشعر بيتا فالطريقة اللي رح نستخدمها رح تقوم بتثبيت ملفات الكونفيج والدوت فايلز بشكل اوتوماتيكي يعني رح تحصل على تجربة على نظام جاهز للاستخدام مباشرة وكل الفضل راجع لصاحب الاسكريبت الاصلي على جيت هاب فلو حابب تظهر دعمك للمطور فروح على الجيت هاب وحط نجمة على المستودع وبطريقك لا تنسى تضغط زر اللايك على هاد الفيديو وتشترك بالقناة اذا بعدك غير مشترك هلا الرابط للمستودع على جيت هاب اكيد رح يكون موجود بسندوق الوصف وكل ما علينا القيام فيه هو انه نعمل كلون للمستودع فلو اجينا للكود ونسخنا الرابط وارجعنا للتيرمينال فرح نقل له جيت كلون فمتل ما اللي شايف انه جيت غير مسبتة فهذا الكلام معناه انه بالبداية لازم اني سبت جيت ولو رجعنا للأمر اللي قبله فرح نشوف انه عملية الكلونينج سريعة جدا لانه هي عبارة عن بعض الملفات النصية بعد ما عملنا عملية الكلون رح ننتقل للمسار الجديد فرح نقل له دي بيان داش هايبرلاند ولو قلت له ال اس داش ال اي رح شوف انه في عندي ملف اسمه انستول دوت اس اتش بس هاد الملف بالبداية لازم اني اعمله اكسكيوتابل فرح نقل له سي اتش ماد بلاس اكس وانستول دوت اس اتش هلا الملفات او المسارات التانية الموجودة بهذا المسار وبالتحديد مسار الانستول داش سكريبس هاد رح يكون له اهمية كبيرة في حال كنت بدك تقوم بعملية الكاستمايزيشن او تحدد شو هي الحزم والبرامج اللي بدك تثبتها رح نرجع له بعد شوي بس خلينا بالبداية نبتدي بعملية تثبيت هايبرلاند على ديبيان فكل ما علينا القيام فيه هو انه نقل له دوت سلاش انستول دوت اس اتش مثل ما اللي شايف العملية بالكامل رح تكون مؤتمة واول رسالة تحذير عماله يعطيني اياها هو عماله اللي انه هل قمت بعمل ابديت كامل للنظام وهل قمت بتعديل ملف السورسز دوت دوت ليت نحن هاد الكلام قمنا فيه فرح نقل له واي وبعدين متن مالي شايف كامل رح قل له واي هلا عماله قل لي انه اذا كان في عندي كرت انفيديا ولا لا باعتبار انه هاي ماكينة افتراضية فرح قل له نو انت اذا عم تقوم فيها على لابتوب او على مكتبي مع كرت شاشة انفيديا فلازم تقل له يس هاد الكلام ما في مجال للنقاش فيه ابدا وبالمسار اللي حكيت عنه مني شوي الانستول داش سكريبس في عندي ملفات خاصة بانفيديا فرح نقل له نو بالنسبة للثيمات فرح نقل له يس لحتى نحصل على التجربة متكاملة اكتر وتطلع الواجهة متناسقة بالشكل الصحيح بعدين بالنسبة للبلوتوث انا رح قل له نو ما بدي اعمل اي شيء للبلوتوث بالنسبة للثنار فايل مانجر او متصفح الملفات هلا انا باعتبار اني موجود على جنوم ففي عندي دولفين او في عندي نوتوليس already مسبت فكمان رح قل له نو بعدين عمال اقل لي انه بده يسبت حزمة خاصة بلابتوبات ايسوس انا ما عندي اي لابتوب ايسوس وما بعرف شو هي هاي الحزمة بالاساس فرح نقل له كمان نو هلا هاد الكلام الرسالة اللي بعدها اللي هي الاس دي دي ام لوجين مانجر اللي حكيت مني شوي انه انا باعتبار عندي جنوم ففي عندي الجي دي ام مسبت فما رح ارجع وسبت الاس دي دي ام وبالاساس لو رجعنا للجيت هوب فرح نشوف انه في عندي اي شو كانت موجودة عن على ما يبدو انه نحلت المشكلة بس كان في رسالة بالريد مي كان في تنويه جدا تنويه لمستخدمي اس دي دي ام فا اذا في عندك جي دي ام لا تقوم بتثبيت الاس دي دي ام اذا كنت عمالك تقوم فيها على سيرفر اديشن او على نسخة بلازمة فسبت الاس دي دي ام فكمان رح قل له نو هلا عماله قل لي انه بدو ينزل اله هذا الكلام ضروري لحزم فلاتباك ولا مشاركة الشاشة فرح نقول له اي اس بعدين اذا كنت بدك تثبت الشيل الزي شيل او الاو ماي زي شيل انا بهذا الفيديو ما رح قوم بتثبيتهم بس كمان هذا الكلام راجع اليك واللي سوي لك لقفل الشاشة رح نقول له ياس كمان رح نثبتها بالنسبة للان دابليو جي لحط نغير ثيمات الجي تي كي فرح نقول له ياس بدي نبه انه الان دابليو جي بدي يتم بناءه بالكامل وهي حزمة بتاخد وقت طويل للبناء في يعني قوم بهاي الخطوة على مسؤوليتك لانه رح تاخد وقت طويل رح نقول له ياس عمل اللي هاي اللي حكيت عنها بالبداية انه هاي السكريبت بتقوم بتثبيت دوت فايلز الخاصة بصاحب السكريبت فهلا انا رح قل له ياس ورح ارجع لهاي النقطة بعدين هلا هاد الكلام هاد كل شي علينا القيام فيه كمان الخطوة او هاي المرحلة رح تاخد شوية وقت فرح نوقف الفيديو وبنرشع بعد ما تنتهي والسؤال الاخير اللي رح نجاوب عليه هو ما اذا كنا بدنا نغير لغة الكيبورد او لا فهو ما ااخدها بشكل اوتوماتيكي الانجليش فرح نقول له نو ورح قل له اللغة اللي بدي استخدمها بالنسبة للشاشة فرح روح مع الخيار الاول اللي هي شاشة لغاية الفول اتش دي وعماله يطلب مني اني اعمل رايبوت رح نعمل رايبوت ووقت اللي رح يقلع اني مرة تانية من شاشة جي دي ام رح نختار الترس اللي موجود باسفل الشاشة هاد كلام عمالي حكيه لانه ما بيامكان يسجل الجي دي ام من الترس رح نغير من القنوم لالهايبرلاند طيب وبعد ما عملنا اعادة تشغيل الشي الوحيد اللي رح نشوفه مبدئيا انه الماوس شغاله وهذا دليل انه الهايبرلاند اشتغل فعليا ولو اجيد فتح الترمينال اللي الاختصار تبعها او الكي بايندينج هو سوبر انتر فرح شوف انه الترمينال شغاله ولكن انا شايف انه ما في عندي والبيبر ما في عندي status bar وحتى يعني الدوت فايلز شايف انها مالها شغاله طيب اعادت وعملت شوية ديجينج وديباجينج عن المشكلة وليش هالاشياء يعني مع انه مسبته بس ما اشتغلت فلو رجعنا للمسار اللي كنا فيه اللي كان ديبيان وقلنا له ls-la ورجعنا للمسار اللي حكيت عنه اللي هو install scripts install dash scripts وقلت له ls-la رح شوف انه في عندي ملف اسمه www.sh هاد البرنامج او هاي الحزمة اللي صاحب السكريبت مستخدمها لحتى يغير الوال بيبر بس بعد شوية بحث شفت انه لحتى يتم بناء هاي السكريبت او هاي الحزمة لازم يكون مسبت على النظام cargo فبهي الحالة طلع عندي انه cargo ما لها مسبتة فقلت له sudo apt install cargo فهلأ بعد ما تم تثبيت cargo اللي ظل علي اني اعمله اني قلله هلأ ال script او www.sh هي بشكل اوتوماتيكي معمولة executable فما في داعي واني ارجع launch mode فرح نقلله .slash sww.sh وبهي الحالة رح يتم تثبيت ال sww كمان عملية البناء رح تاخد وقت فرح نستنى لتخلص هالعملية وبعدين لحتى حط الصورة اللي بدي استخدمها هلأ انا باعتبار اني عمالي استخدم gnome كقاعدة ففي عندي ال background اللي خاصة بgnome وإلا لازم يكون في عندي صوري الخاصة فلحتى نحط ال wallpaper رح نقلله sww.img وبعدين المسار الكامل للصورة فهو user share background gnome ادوايتها مثلا اي واحدة من الصور اللي بدي اها فرح شوف مباشرة انه صار في عندي wallpaper لو رحت لغير workspace فرح شوف انه اشتغلت wallpaper بس بالنسبة لل status bar فلحتى يشتغل ال status bar ال dot files معمولة بطريقة انه سواء ال status bar او ال app launcher او حتى ال terminal في الهن ميسة انه الوان هن تتغير مع الوان الخلفية هذا الشي بتم باستخدام حزمة اسمها pi wall انا لحتى استخدم ال pi wall اللي تم تثبيتها فعليا بيكفي اني اكتب wall وليس pi wall بعدين dash i والمسار للصورة اللي بدي استخدمها لحتى يتم استخراج الالوان منها فانا فعليا رح استخدم نفس المسار اللي حطيته لل wall paper فرح يكون في عندي wall dash i وبعدين المسار بالكامل شايف انه تمت عندي عملية اختيار الصورة هلا اللي ضل علي اني اعمل اعادة تشغيل لل window manager او لل compositor فرح نقل له hyper ctl reload قال لي اوكي ولا حتى نشوف هل رح يشتغل ال way bar او لا من الافضل اني اعمل log out و log in فخلينا نعمل تسجيل خروج وتسجيل دخول مرتان مرة اخيرة وبعد اعادة التشغيل رح نلاحظ مباشرة انه عندي status bar صار شغال موجود بالاعلى وال.files معمل له styling يعني شي غريب وغير اللي انا معتاد عليه بس ممكن انه يكون مناسب لبعض الناس طبعا كل هاي الامور بامكانك انك تغيرها وفي عدة ثيمات بالامكان الاختيار منها بس اهم شي بهاد ال status bar انه في عندي هالزر اللي مكتوب عليه hint لو ضغطت عليه رح يعطيني قائمة بكل ال key bindings اللي ممكن اني كون بحاجتها هلا في عندي ملاحظتين قبل ما نقفل هاد الفيديو الملاحظة الاولى اللي واجهتني واجهتني مشكلة عويصة الى وهي مشكلة تسجيل الشاشة هاي المشكلة ما لها علاقة بديبيان ولا لها علاقة بال.files بحد ذاتها وانما هاي مشكلة بهاي بيرلاند والطريقة اللي انا استخدمتها على وهي اني ثبت فوق الجنوم حل هاي المشكلة كان بالرجوع لويكي هاي بيرلاند فلو رجعنا للويكي وحتى شايف انه عندي الروفي او الوفي صراحة ما تأكدت شو هو الاب لانشر اللي تم تثبيته بس الاب لانشر شغال فلو رجعت للويكي واجيت لقسم السكرين شيرينج لنشوف السكرين شيرينج او الهاي بيرلاند ديسكتوب بورتل بهذا القسم في عندي حل نووي على وهو اني قوم بانشاء سكريبت وحط فيها المحتوى التالي هاي السكريبت اللي عمالها تقوم بعمله هي انه تقتل او تقوم باغلاق قصري لكل الاكس دي جي داش بورتلز هاي المشكلة مشكلة البورتلز يعني مشكلة ممكن انك تواجهها في حال كنت بتقوم بتسجيل الشاشة او مكالمات فيديو فهي السكريبت ممكن انك تستخدمها تعملها اكسكيوتبل اضيفها للأوتو ستارت وكل ما بدك تعمل سكرين شيرينج او تسجيل فيديو فالشي الوحيد اللي رح يكون مسؤول عن عملية التسجيل هو الاكس دي جي داش دي سكتوب داش بورتل داش هاي بيرلاند اي اكس دي جي تاني مع هاي بيرلاند ما رح يشتغل باستثناء الاكس دي جي داش جي تي كي هاي النقطة حكيتها على ما اعتقد بالفيديو الاول من فيديوهات الانتقال لويلاند والملاحظة الاخيرة لو رجعنا للجي تهب فرح نشوف رح يقلي بهذا الجي تهب بالريد مي انه كل الحزم اللي تم تثبيتها باستخدام ابت هاي رح يتم تحديسها وقت اللي بيعمل سودو ابت فالحزم اللي تم تثبيتها باستخدام المستودعات رح يتم تحديسها من المستودعات اما الحزم اللي تم بنائها من المصدر بشكل يدوي فهاي عملية الابديت لازم انها تتم بشكل يدوي هاد الكلام موجود بالريد مي فانا بنصح الجميع انهم يقروا الريد مي وقال لي اذا كنت رح تستخدم هالطريقة ولا لا اذا كنت على ديبيان هل انت متحمس للانتقال لهاي برلاند بعد ما صار بالامكان انك تستخدم هاي برلاند على ديبيان على الاقل بالوقت الحالي على البرانش التستنج او تريكسي وبأمان الله